وأنا أذكر النصيحة أذكر النصيحة سبحان الله ذكرتني بنية بكلمات تقول في النصيحة طبعا يا أبتي انظر للقرآن الكريم انظر ما على الرسول إلا البلاغ أنت ما عليك إلا أن تقدم نصيحتك وكلامك الطيب الجميل للآخرين ما على الرسول إن عليك إلا البلاغ إن عليك إلا البلاغ وما على الرسول إلا البلاغ طبعا أيضا فأنت ما عليك إلا أن تبدي تبدي حسن تعاملك مع الناس وكلامك اللطيف والله الكلمة الطيبة يا أخوة الكلمة الطيبة أحيانا تطفئ فتنة الواقع العرب ماذا تقول العرب والله العرب عندهم عندهم حكم وبلاغ بلاغ يعني بلاغ عجيبة العرب ما عجبت لاحظها الحكم الجميلة عجبت لمن يشتري الأحرار عجبت لمن يشتري العبيد بماله ولا يشتري الأحرار بمعروفه أحرار بمعروفه